وللحديث عن هذا الموضوع مشاهدين أرحب بمستشارة المتواضية الدولية لحقوق الإنسان الأستاذ حسين المسعودي أهلا ومرحبا بك أستاذ حسين في هذه النشرة وكما استماعت ثلاث حالات انتحار خلال 24 ساعة في كربلا كيف تتابعون هذه الظاهرة بداية وما هي أسبابها أهلا وسهلا بكم بالبدء أشكر قناة دجلة على استضافتنا هذه ولكن ما لا يسرنا استضافتنا حول برنامج تدمى له القلوب وتقشعر له الأبدان ألا وهو ازدياد حالات الانتحار لدى شبابنا في محافظة كربلا إضافة إلى العامل النفسي والسلوك النفسية لدى شبابنا توجد عدة أسباب مما يؤدي إلى الانتحار لدى شبابنا وهي منها العوز المالي وعدم توفر فرص العمل وعدم توفر العيش الراغين وعدم اهتمام الدولة بشبابنا وعدم موجود ما يأوي الشباب والعيش المنفرد وإضافة إلى ذلك العنف الأسري وتوجد عدة أسباب إضافية لذلك وهي تعاطي المخدرات والكحول نعم نعم مرحب بك مجددا معنا بنشر أستاذ أحسين يعني تحدثت عن ربما من أبرز أسباب الانتحار الحديث عن العوز وعن الفقر وعن أيضا المشاكل الاقتصادية لكن اليوم كيف يمكن أن نربط بين المشاكل الاقتصادية والظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها معظم الشعب أو الشباب تحديدا وبين تعاطيهم للمخدرات وتوجههم للمخدرات والمواد الكحولية يعني كيف يمكن الربط بين الفقر من جهة وبين توفير المواد المخدرة من جهة أخرى الجميع مسؤول عن ذلك فكلنا مسؤولين الدولة مسؤولة والمرجعية مسؤولة ونحن كأفراد كحقوق إنسان مسؤولون ومنظمات المجتمع المدني مسؤولة يجب علينا زرع ثقافة القضاء على المخدرات وتعاطي الكحول وزرع الثقة في النفس لدى شبابنا نعم طيب أستاذ إحسين يعني قلت بأن الجميع مسؤول عما يحدث ولكن بالمقابل ما المطلوب ما هي الحلول السريعة والأنية لنقول لمعالجة هذه الظاهرة يجب إعداد دراسات من قبل الدولة ومن قبل الجهات المعنية مما يؤهل شبابنا ليكونوا بعيش رقيد لتوفير فرص عمل لهم إشغالهم بما يدعوهم يلجؤون للانتحار نعم أنتم بالمفوضية أستاذ يعني هل المفوضية الدولية هل توثقون حالات الانتحار في العراق يعني والعنف الأسري وهل يعني هناك من إحصائيات ربما ومن جانب آخر هل هناك تواصل مباشر بينكم وبين الحكومة حول هذه المواضيع المقلقة للشعب نعم يوجد تواصل بيننا وبين الحكومة ولكن الأحصايات لم تصلنا دقيقة طيب أستاذ حسين يعني قلت بأن الحكومة ربما مسؤولة عما يجري أيضا العائلات ولكن ما المطلوب من الشباب نفسهم لنقول يعني يتجاوزوا هذه الحالة أو هذه التظاهرة أو الظاهرة عفوا الظاهرة الانتحار على الشاب أن يكون متهيئة دينية أولا ثانيا أن يحاول أو يسعى لإيجاد ما يوفر له العيش نعم إذن كل شكر للأستاذ حسين المسعودي المستشار بالمفوضية الدولية لحقوق الإنسان اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر